السلام عليكم ازيكم وعملين اي رب الجميع يكون بخير معانا دلوقتي درس الثالث جزء الثاني جزء الثاني من الدرس الثالث في يونت ايت يونت ايت اللي هي as the doctors يعني في العيادة الدرس الثالث بعنوان a special hospital hospital يعني مستشفى special يعني مميزة مستشفى مش عادية ده معنى كلمة special يبقى a special hospital عندنا هنا موضوع reading قراءة هنقرأه هنتعلم منه حاجات جديدة بس الاول زي ما احنا متعودين ندخل على vocabulary كلمات علشان لما ندخل على الدرس نبقى عارفين الكلمات بتاعته يلا بينا نبدأ يلا بينا patient patient يعني مريض patient hospital يعني مستشفى crowded يعني مزدحم corridor corridor اللي هو الممر او الرواغ زي ما احنا شايفين الطرقة اسمها corridor on well on well يعني مريض عكس كلمة well well اللي هي من غير الاندي well يعني كويس بصحة جيدة عكسها on well يعني مريض busy busy مشغول او مزدحم staff staff يعني الطاقة من العاملين او الموظفين تمام اللي هم الناس اللي شغالين في المكان يعني اقول مثلا ايه hospital staff يبقى الناس اللي شغالين في المستشفى injection injection اللي هي الحقنة injection relatives relatives يعني اقارب الارايب بده اقاربك اسمهم your relatives يعني اقاربك relatives يعني اقارب india india اللي هي الهند country country يعني بلد unusual يعني غير عاجي زي خدنا كلمة جيه في الدرس اللي قبله اللي هو unusual houses اللي هي منازل غير عادية كان في unit 7 city يعني ماجينة مدينة كبيرة member يعني عضو wonderful wonderful يعني رائع او عجيب alone يعني بمفرده لوحده ما اقول ايه مثلا هاني went to school هاني زهب الى المدرسة alone لوحده بمفرده listen يعني درس ندخل على الافعال عندنا regular verbs زي ما احنا متعودين irregular verbs الافعال الغير منتظمة والافعال المنتظمة الافعال المنتظمة هي الافعال اللي بنحط لها g او e g او i e g عشان نجيب الموجي بتاعها الافعال الغير منتظمة بنحفظها زي ما هي لان ما فيش نظام بتمشي عليه الافعال المنتظمة الاول عندي فعال اسمه treat treat يعني يعالج الماضي بتاعه treated visit يعني يزور والماضي visited change يغير والماضي changed هنا اخره e عشان كده حطت له g بس الفعلا ما يبقى اخره e احط له g بس وانا عايز اجيب الماضي بتاعه care يعني يعتني او يرعى والماضي cared حطت له g بس زي ما احنا شايفين return يعود او يرجع والماضي returned الافعال الغير منتظمة mean يعني او يقصد والماضي meant teach يعني يعلم والماضي taught taught يعني يعلم خلاص learn يتعلم خد بالك teach learn الاثنين عقصة بعض teach يعلم جاية منها كلمة teacher اللي هو المعلم teach يعلم والlearn يتعلم والماضي learned ما تقولش learn it لأ قول learned 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 give يعطي والماضي gave become يصبح والماضي became ندخل دلوقتي على شوية اسئلة على الجزء بتاع الفوكابلوري كلمات قبل ما ندخل ع درس بتاعنا يلا بينا بيقول لي there was there was يعني كان يوجد كان يوجد a party party يعني حفلة so ولذلك the club الناجي was كان كان ايه بقى لما يبقى فيه حفلة يبقى الناجي فيه ناس كتير يبقى الناجي ايه crowded crowded يعني مزدحم the nurse الممرضة عملت ايه put يعني وضعت a أو an a on على the cut cut اللي هو الجرح التعويرة يعني on my leg على رجلي تمام طيب حطت ايه بقى حطت bandage bandage اللي هي الضماضة خد بالك injection دي كلمة لسا وغنها جديدة اللي هي الحقنة بس هي مش هتحط حقنة على الكارح لا تحط ايه bandage ضماضة زي plaster كده mom took mom والدتي اخذت اخذت a brother اخي ال a to the hospital الى المستشفى هتاخد اخويا ال a sick sick يعني مريض sick يعني هي unwell يعني مريض برضو well يعني كويس يعني يا مسر كويس يعني بالصحة جيدة مش مريض عكسها كلمة sick طيب i invited انا دعوت invite يعني يدعو invited الموجود بتاعها انا دعوت all يعني جميع my a وبعد كده هنا uncle العم aunt العم and cousins اولاد او ابناء العم او العمة يبقى دعوت مين دول اي دول اللي هو عمك وعمتك وولادهم دول اسمهم ايه relatives يعني relatives يعني اقارب انا دعوت كل اقارب تمام patients يعني مرضى staff staff اللي هو طاقم العاملين الناس اللي شغالين في مكان و friends يعني اصدقائي لكن دول مش اصدقائي دول relatives يعني اقاربي طيب تعالوا دلوقتي ندخل على الموضوع بتاعنا اللي هو special hospital يعني مستشفى مميزة ايه بقى المستشفى دي تعالوا نشوف بيقول 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 لي in hospital يعني في مستشفى in bangalore bangalore دي مكان او مدينة اسمها bangalore دي city يبقى في مستشفى المستشفى دي في مدينة اسمها bangalore ودي ايه bangalore دي city يعني مدينة in southern india southern india يعني جنوب india اللي هي الهند تمام there are يعني you get many patients patients يعني مرضى many يعني كثير في مرضى كثير the hospital المستشفى treats treats يعني تعالج patients المرضى from يعني من all over the country all over يعني كل انحاء والcountry اللي هي البلد بتعالج مرضى من كل انحاء البلد all over the country with every patient with يعني مع every يعني كل patient ومريد مع كل مريد there are you get about يعني حوالي ten family members members يعني اعضاء family العائلة وثاني يعني عشرة بيبقى مع كل مريد حوالي عشرة من اعضاء العائلة اللي هما اقارب المريد يعني ينهار يدي زحمة جدا in india في الهند it's unusual يعني انه من غير العادي for a sick person لشخص المريد person يعني شخص للشخص المريد to go ان يذهب to the hospital الى المستشفى alone يعني بمفرده يعني مش من العادي ان الشخص في الهند يروح المستشفى الوحده ماشي الوحده دي صعبة يعني مثلا لوحد مع اثنين ثلاثة لكن بيقولك ده عشرة بيروح مع كل مريد يعني رابي العائلة عادة go تذهب with مع their unwell relative relative يعني قريب يعني احد الاقارب تمام و unwell يعني مريد مع احد الاقارب لما يكون ايه unwell يعني مريد this means هذا يعني ده معناه that ان the hospital المستشفى is often تكون غالبا very crowded يعني مزدحمة وvery يعني جدا دايما بتبقى مزدحمة and busy يعني مشغولة يبقى دايما بتبقى مشغولة ومزدحمة but ولكن تعالوا نشوف بقى هنا twist بقى بيقول لي but ولكن instead of instead of يعني بدلا من instead of بدلا من telling telling يعني يخبر telling يعني اخبار بدلا من اخبار family members يعني اعضاء العائلة that they can't انهما لا يستطيعوا visit يعني اقارب والsick يعني مرضى اللي هما بدلا ما يقولولهم ان هما لا يستطيعوا ان هما يزوروا اقاربهم المرضى the staff اللي هما هيئة العاملين هيئة العاملين في المستشفى بيعملوا ايه بقى هيئة العاملين at this hospital بتوء المستشفى do بيعملوا something يعني شيء ما special يعني مميز هنا هيئة العاملين الناس اللي شغالين في المستشفى طلعوا بفكرة جيدة فكرة special مميزة ايه هي بقى الفكرة جي قال لك احنا كده كده الناس بيقولنا كتير بيقولهم ارايب كتير ارايب المرضى طيب بدلا منقول لهم يمشوا تعالوا نستفيد من وجودهم طيب هيعملوا ايه يا طرح تعالوا نشوف they turn turn يعني يحولوا هم بيحولوا a problem المشكلة بيحولوها الايه انتو الى something شيء wonderful يعني رائع يا طرح بيعملوا ايش وقتونا they have هم لديهم classes classes يعني حصص او فصول to teach اللي كاي teach يعني يعلموا the family العائلة to look after look after يعني تعتني بي بيعلموا العائلة ان هي تعتني بي look after the sick the sick person الشخص المريض طب يعلمهم ازاي يعتنوا بي for example for example يعني على سبيل المثال for example على سبيل المثال some people بعض الناس learn بيتعلموا how to يعني كيف change يغيروا يغيروا bandages bandages للدماضات تمام جميل والله بيعلموا الناس ازاي يغيروا bandage الضماضة and where others يعني كل بعد الظهيرة كل يوم بعد الظهيرة staff يعني الفريق او العاملون from من the hospital من المستشفى turn بيحولوا the corridors corridors اللي هي الممرضات اللي هي الطرقة يعني تحت المستشفى into إلى classrooms إلى فصول the nurses الممرضات become بيصبحوا teachers معلمين and the family members وأعضاء العائلة and sometimes وأحيانا even حتى the patients المرضى نفسهم become بيصبحوا the students يعني الطلاب فكرة روعة not only not only يعني ليس فقط does this help ليس فقط هذا يساعد الموضوع دا بيساعد the hospital staff يعني فريق المستشفى أو الموظفين في المستشفى but ولكن it also هذا أيضا also يعني أيضا helps يساعد the families العائلات أنه بيساعدهم في إيه بقى وموضوع دا بيساعدهم في إيه to care for أن هما يعتنوا بي care for يعتنوا بي their relatives يعني أقارب هم when عندما they go هم هما بيذهبوا للمنزل طبيعي لأن ممكن شخص المريض بعد ما بيروح البيت بيبقى محتاج حد someone to take to care for them يعني حد يعتني بي فبدل ما يودوا كل شوية رايح المستشفى جاي من المستشفى هم الأقارب نفسهم متعلموا في المستشفى إزاي يعتنوا بالمرضى وبعد كده لما المريض يروح يقدروا أهلهم يعتنوا بيهم لما دي فكرة كويسة جدا the staff اللي هم الموظفين في المستشفى know بيعرفوا that أن the lessons الحصص أو الدروس work تعمل يعني عارفين إن الحصص دي بتجيب نتيجة ليه بقى because not because يعني لأن not ليس as many patients يعني الكثير من المرضى return يعني يعودوا to the hospital now إلى المستشفى الآن يعني ما فيش مرضى كتير بقوا يرجعوا للمستشفى طب يا ترى لإيه لإني أهلهم اللي تعلموا اللي أخلوا تلصف المستشفى بقوا بيساعدوهم في المنزل كمام طيب كده خلصنا الموضوع reading بتاعنا الدرس بتاعنا بس فيه جزئية هنا مهمة جدا 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 اللي هي حاجة متعلقة بالقواعد وبالجرامر حاجة اسمها prefix يعني البادئة دي كنا خدناها في جونيور 4 البادئة دي عبارة عن مجموعة حروف حرفين أو ثلاثة وهكذا بتتحط في بداية الكلمة عشان كده اسمها بادئة prefix بتغير معناها عندي مثلا prefix ir اللي هما er prefix il اللي هما l prefix im m prefix on اللي هي u أو n كل واحدة من دول بتدي معنى مختلف يعني مثلا لما حط prefix ir دي بحطها مع الكلمة اللي أولة حرف r طب بتعمل ايه بتدي opposite العكس عكس الكلمة تمام يبقى خد بالك دي بتدي العكس ودي العكس ودي العكس ودي العكس بس دي بحطها l-r لو الكلمة أولة حرف r زي مثلا كلمة responsible responsible يعني شخص مسؤول تقدر تعتمد عليه تمام حد يقدر يشيل المسؤولية أول this is a responsible person هذا يكون شخص مسؤول بيبدأ هنا الكلمة بتبدأ بحرف r طب أنا عايز أجيب العكس ها حط لها ir تبقى responsible يعني غير مسؤول طيب il اللي هي l دي لو الكلمة بتبدأ بحرف l تمام تحط لها l تجيب لك العكس بتاعها طيب الكلمة مثلا بتبدأ بحرف l زي legal legal يعني قانوني حاجة قانونية تمام مش حاجة غير قانونية هنا بقى عكسها حط لها l دي وتبقى illegal يعني حاجة غير قانونية تمام توديك السجنة على طول ايو عتعملها طيب m l-i m دي برضو تجيب عكس الكلمة لو أولها حرف l-m أو p زي مثلا كلمة possible possible يعني ممكن حط أولها l-m يبقى impossible غير قانوني moral يعني أخلاقي حاجة أخلاقية طيب حط العكسها تبقى immoral يبقى غير أخلاقي طيب l-u و l-n اللي هي un جيب نحطها مع معظم الكلمات زي مثلا happy سعيد unhappy غير سعيد يبقى l-on دي بتيجي معه كتير أول صفات كتير أول يجيب عكسها usual عاجي عكسها unusual غير عاجي well كويس بخير عكسها unwell fit يعني لائق بدنيا عكسها unfit safe آمن عكسها unsafe يعني غير آمن تمام طيب هنا سؤالين تدريبات على الجزء اللي فات ده بيقول لي مثلا we can احنا نقدر أو نستطيع add يعني نضيف the prefix البادئة اللي هي ايه to make لكي نصنا the opposite opposite العكس of كلمة regular regular يعني منتظم regular يعني منتظم طيب احط معها مين هي regular بتبدأ بايه بتبدأ بالر يبقى لم تبدأ بالر يبقى ناخد معها الر هي الر تبقى irregular يعني غير منتظم the prefix البادئة نقط makes تصنع بتصنع ايه the opposite يعني عكس of polite polite يعني مؤدب طيب اولها ايه اولها p فين هنا اللي اولها p هي اللي اولها p تاخد ايه تاخد m تبقى impolite impolite يعني غير مؤدب تمام كده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هندخل على تدريبات بقى عامة على lesson 3 تمام اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ما تنساش عجبك الفيديو اعمل لايك دعموكم للقناة مهم جدا علشان تستمروا وللسه مشتركش في القناة اشترك فيها اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اشتركوا في القناة